سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وانفعي الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بخرة المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب أخواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة التمرين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية ولمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول تراعينا أمام الصدر تمرين ثلاث أرب ثلاث 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 أرب ثلاث 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 قف ذراعين في الوسط فتح القدمين لف الجذع لليمين أربع عدد ولليسار أربع عدد تمريم مع بعض تمريم ابتدي واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث 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 جم أمام تحت نبدأ التمريم مع بعض واحد ثلاث أربع أمام جم أمام تحت واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع ثلاث غد ثلاث هد ثلاث ثلاث اربع ثلاث اربع ثلاث اربع ثلاث يمنى الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس الرافع الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة 4-1-2-3-4 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع للفصل الدراسي الأول درسنا اليوم في الضرب وراح قبل ما نبدأ في ضرب عدد من رقمين في رقمين راح نبدأ باستكشاف العملية إذا لدينا استكشاف ضرب عدد من رقمين في رقمين فكرة درسنا أستكشف الضرب في عدد من رقمين عندنا مفردة خاصية توزيع الضرب على الجمع والمفردة هذه نفس طريقة التجزئة في السابق تعلمنا إذا عندي ثلاثة ضرب 12 راح أستخدم لموذج المستطيلات نضع الثلاثة أجزء الثنعاش تكون عبارة عن اثنين زائد عشرة الآن راح أضرب الثلاثة ضرب اثنين بستة الثلاثة ضرب عشرة بثلاثين بعد ما جزأت وضربت الثلاثة بالثنين والثلاثة في العشرة ثلاثة بضرب اثنين اعطاني ستة والثلاثة في عشرة اعطاني ثلاثين راح أرجع مرة ثانية وأجمعهم نجمع الستة زائد ثلاثين تصبح ستة وثلاثين إذا ثلاثة ضرب اثنعاش أصبح ستة وثلاثين بنفس الطريقة لكن ما راح أستخدم نموذج المستطيل مباشرة ثلاثة ضرب ثلاثة مثال آخر راح أجزأ الثلاثة تكون عبارة عن ثلاثة وعشرة إذا ثلاثة ضرب الثلاثة تكون ثلاثة زائد عشرة بنفس الطريقة راح أضرب الثلاثة في الثلاثة والثلاثة في العشرة بعد كذا أرجع وأجمعهم ثلاثة ضرب ثلاثة حطها مع بعض داخل قوس وثلاثة ضرب عشرة بعد كذا راح أجمعهم ثلاثة ضرب ثلاثة بتسعة والثلاثة ضرب عشرة بثلاثين نجمعهم يصبح تسعة وثلاثين وهذه خاصية توزيع الضرب على الجمع إذا يمكن استعمال خاصية توزيع الضرب على الجمع لتجزئ عوامل الضرب مثل الثنعاش أجزئها حتى لو عندي عددين راح نجزئ العددين راح نشوف لضرب مجموع عددين مجموع عددين لأ مثلا اثنين زايد عشرة في عدد ثالث إذا راح أضرب اثنين زايد عشرة في الثلاثة اضرب كل منهما في ذلك العدد إذا راح أضرب الثلاثة بالثنين والثلاثة في العشرة ثم أجمع ناتجي الضرب بعد ما أضرب أرجع مرة ثانية وأجمعهم الثلاثة بالثنين بستة والثلاثة في عشرة بثلاثين أجمع الستة مع الثلاثين لو عندي مثلا ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين عندي ثلاث طرق إما باستخدام نموذج المستطيل باستخدام خاصية توزيع وباستخدام لواثج الضرب أيضا بالإضافة إلى الطريقة المباشرة القلم والورقة لكن اليوم راح نتعلم هذه الطرق الثلاثة نموذج المستطيل أنشئ مستطيل ستتعاش ضرب ثلاثة راح أجزأ الستتعاش عبارة عن ستة وعشرة أجزأ الثلاثة عبارة عن ثلاثة وعشرة الآن أوجد ناتج الضرب العشرة في العشرة والعشرة في الثلاثة أيضا الستة في العشرة والستة في الثلاثة أصبع عندي هذه الأعداد تبقى لدينا فقط الجمع خاصية توزيع رح أضع أجزة ستة عشر رح تكون عبارة عن ستة وعشرة رح أضرب الستة في الثلاثة عشر والعشرة في الثلاثة عشر ستة ضر ثلاثة عشر وعشرة ضر ثلاثة عشر إذا قدرت أحلها بهذه الطريقة أكتفي إذا ما قدرت بإمكاني أيضاً التجزئة رح أجزة الثلاثة عبارة عن ثلاثة وعشرة رح أضرب الستة في الثلاثة والستة في العشرة كذلك هنا العشرة في الثلاثة والعشرة في العشرة إذا جزأناها ستة في ثلاثة وستة في العشرة أيضاً العشرة في الثلاثة والعشرة في العشرة تبقى فقط إيجاد ناتج الضرب والجمع طريقة الثالثة نواتج الضرب نضع العددين بالطريقة العمودية رح أضرب الثلاثة في الستة بثمنطعش الثلاثة في العشرة بثلاثين العشرة في الستة بستين والعشرة في العشرة بمية نرجع مرة ثانية الآن فقط ونجمع هذا ملخص لدرسنا رح نشوف الآن نشاط أوجد ناتج الثلاثة ضرب خمسة عش رح أستخدم نموذج المستطيل إنشاء المستطيل الثلاثة ضرب خمسة عش رح أجزء الثلاثة عبارة عن اثنين وعشرة الخمسطعش عبارة عن خمسة وعشرة ووجد ناتج العشرة في الخمسة والعشرة في العشرة والثنين في الخمسة والثنين في العشرة العشرة في عشرة بمئة العشرة في خمسة في خمسين الاثنين في العشرة والاثنين في الخمسة في الأخير راح أجمعهم مع بعض أصبح 180 الطريقة الثانية خاصية توزيع أخذ 12 وجزئها عبارة عن اثنين وعشرة راح أضرب الاثنين في الخمسطعش أيضاً العشرة في الخمسطعش الآن راح أجزئ الخمسطعش عبارة عن خمسة وعشرة وإذا قدرنا نحلها بالطريقة هذه سهل التعامل مع العداد حلها إذا أردت أن تجزئ جزئ راح أضرب الاثنين في الخمسة والثنين في العشرة كذلك العشرة في الخمسة والعشرة في العشرة الثنين في الخمسة والثنين في العشرة العشرة في الخمسة والعشرة في العشرة ما تبقى فقط إيجاد ناتج الضرب والجمع لكن هذه الفكرة الرئيسية لتوزيع الضرب على الجمع نوجد ناتج الضرب اثنين في الخمسة بعشرة اثنين في العشرة بعشرين العشرة في الخمسة بخمسين العشرة في العشرة بمئة أرجع مرة ثانية أجمعهم يصبح الناتج ويصبح الناتج مئة وثمانين طريقة الثالفة لواتج الضرب راح أضع العددين بالطريقة العمودية أضرب الثنين في الخمسة وفي العشرة اثنين في الخمسة بعشرة اثنين في عشرة بعشرين أخذ الآن الرقم الثاني اللي هو العشرة هذه عشرة من الثنائش اثنين وعشرة راح أضع بالعشرة في الخمسة وفي العشرة العشرة في خمسة بخمسين والعشرة في عشرة بمئة تبقى لدينا فقط الآن إيجاد ناتج الجمل طيب بعد المقدمة وبعد النشاط راح نشوف الآن هذه المسألة فكر كيف تستعمل خاصية التوزيع لتجد ناتج اثنين عش ضرب ثمانطعش طلب مني خاصية التوزيع كيف نستخدمها أجزة اثن عش عبارة عن اثنين وعشرة اثنين زائد عشرة كذلك أجزة الثمنطعش عبارة عن ثمانية زايد ثمانية زايد عشرة طبعا العملية اللي بينهم عملية ضرب طبعا هننا اللي بدأنا ما راح أجزة العددين مع بعض أجزةهم على عدد عدد لو جزنا الثن عش عبارة عن اثنين وعشرة اضرب الثنين في الثمانية والثنين في العشرة بعد كذا اجزة الثمنطعش وأكمل باقي الحل إذن نجزة العدد الثن عش إلى الثنين وعشرة والثمنطعش إلى ثمانية وعشرة نشوف تأكد اختب جملة الضرب لكل لموذج مما يأتي عندي هنا طبعا جزاء هلي اثنين وعشرة سبعة وعشرة طبعا هذه عبارة عن الثن عش ضرب السبعة مع العشرة سبعة طعش هي كانت حاصل ضرب الثن عش ضرب سبعة طعش ولكن جزاءها أصبحت اثنين مع العشرة والسبعة مع العشرة طبعا لابد أوجد الناتج اللي طلب منه جملة العشرة مع السبعة بسبعين العشرة مع العشرة ضرب طبعا بمئة الاثنين ضرب سبعة 14 الاثنين ضرب عشرة ب20 تبقى عملية الجمع السبعين مع العشرين والأربع طعش مع المية السبعين والعشرين تسعين تسعين مع العشرة بمئة المئة مع الأربعة مئة وأربعة زائد مية يصبح مئتين وأربعة إذن مئتين وأربعة بنفس الطريقة هذه عبارة عن أربع طعش ضرب ثلاثة وعشرين نعم أربع طعش ضرب ثلاثة وعشرين ولكن جزاءها راح نوجد الضرب عشرة ضرب ثلاثة بثلاثين العشرة بالعشرين نضع الصفلين الواحد ضرب اثنين بثنين الأربعة في الثلاثة بثلاث الأربعة في العشرين نضع الصفر 1442 بثمانية نجمع الآن 200 زايد 30 زايد 80 زايد 12 أجمع العشرات الثلاثين مع الثمانين 110 مع العشرة 120 120 122 122 زايد 800 يصبح 322 نشوف الآن تمارين مباشرة طلب مني استعمل لموذج المستطيل وخاصية التوزيع لتجد ناتج الضرب لموذج المستطيل وخاصية التوزيع المستطيل طبعا راح يكون الطنعة تجزئها عبارة عن 2 و10 العشرة طبعا راح أضحها كما هي العشرة طبعا تسهل العملية فهي جاهزة خلاص مباشرة راح أضرب العشرة في العشرة ب100 والاثنين ضرب عشرة بعشرين نجمع المئة زاد 20 مئة وعشرين هذا اللموذج المستطيل استخدم خاصية التوزيع 12 ضرب عشرة راح أجزئ 12 عبارة عن 2 زاد 10 عشرة راح أضرب الثنين في العشرة والعشرة في العشرة إذن ضرب عشرة 2 ضرب عشرة كذلك العشرة ضرب عشرة وأرجع مرة ثانية نجمعهم مع بعض 2 بالعشرة بعشرين العشرة بعشرة بمئة حاصل جمعهم 120 بنفس الطريقة 14 ضرب 18 راح أجزئ العدد الأول اللي هو الأربعة عبارة عن 4 و 10 أستخدم لموذج المستطيل 4 و 10 18 عبارة عن 8 زايد 10 راح أضرب العشرة بالثمانية بثمانين العشرة بعشرة بمئة أربعة ضرب ثمانية باثنين و 30 الأربعة ضرب عشرة بأربعين تبقى لدينا عملية الجمع راح أجمع 100 زايد 80 زايد 40 زايد 32 بنجمع الثمانين مع الأربعين 120 120 مع الثلاثين 150 مع الاثنين 152 أجمع مع هالمية يصبح 252 لو استخدمنا خاصية توزيع راح أوزع الأربعة تصبح عبارة عن أربعة مع العشرة راح أضب الأربعة في الثمنطعش مباشرة كذلك العشرة في الثمنطعش إذن الأربعة في الثمنطعش أيضا العشرة في الثمنطعش والعشرة ضرب ثمنطعش نرجع مرة ثانية و نجمع الأربعة ضرب ثمنطعش ما قدر نحلها أجزة ثمنطعش عبارة عن ثمانية وعشرة الأربعة ضرب ثمانية والأربعة ضرب عشرة أربعة ضرب ثمانية وأربعة ضرب عشرة طبعا بينهم علامة زايد كذلك العشرة ضرب ثمنطعش أجزة ثمنطعش العشرة ضرب ثمانية والعشرة ضرب عشرة عشرة في ثمانية كذلك العشرة في العشرة طبعا بينهم علامة زائد وهنا أيضا زائد تبقى الآن إيجاد النواتج ثنين وثلاثين أربعة في عشرة بأربعين عشرة بثمانية بثمانين عشرة بعشرة بمئة بينهم علامة إجزائد أجمحهم مرة ثانية الأربعين مع الثمانين مئة وعشرين مع الثلاثين مئة وخمسين مع الثنين مئة واثنين وخمسين والمئة مئتين واثنين وخمسين كذلك 25 ضرب 28 بنفس الطريقة سأستخدم نموذج المستطيلات سأجزع 25 عبارة عن 5 مع 20 28 عبارة عن 8 زايد 20 الآن سنضرب تبقى الآن فقط إيجاد ناتج الضرب والجمع 20 بالثمانية نضع الصفر 2 بالثمانية 16 20 ضرب 20 صفرين 2 بالثمانية بأربعة الخمسة ضرب ثمانية بأربعين الخمسة في العشرين نضع الصفر خمسة ضرب اثنين بأعشرة سأجمع مباشرة سأجمع 160 مع الاربعين بميتين ميتين مع الاربعمية مع المية يصبح 700 700 الآن سأستخدم التوزيع سأبدأ بتوزيع 25 25 25 20 سأضرب الخمسة في 28 كذلك سأضرب 20 في 28 الخمسة ضرب 28 مع بعض والعشرين ضرب 28 طبعاً بينهم علامة الزائد طيب سأقز أيضاً 28 عبارة عن 28 و 20 سأضرب الخمسة في الثمانية والخمسة في العشرين خمسة ضرب و 8 كذلك خمسة ضرب 20 بينهم علامة الزائد وهنا الزائد طبعاً بنفس الطريقة 20 في الثمانية و 20 في العشرين 20 ضرب 8 و 20 ضرب 20 أيضاً بينهم علامة الزائد ما تبقى فقط إجراء عملي الضرب وإيجاد ناتج الجمع 40 زايد 100 زايد 160 زايد 400 يصبح 700 بنفس الطريقة 16 ضرب 13 نموذج المستطيلات سأجزل 16 عبارة عن 6 و 10 13 3 و 10 إجراء عملية الضرب 10 في الثلاثة 30 10 في الثلاثة 100 6 في الثلاثة 18 6 في 10 60 تبقى عملية الجمع سأجمعهم نرى 30 مع الستين مع الثمنتعش 90 90 مع العشرة بمئة المئة مع الثمانية 108 108 زايد 100 يصبح 208 أستخدم خاصية التوزيع أوزع في البداية 16 ثم أبعد كذلك أوزع 13 نوزع 13 16 6 ضرب 13 والعشرة ضرب 13 6 في 13 كذلك العشرة ضرب 13 والعشرة كذلك العشرة في الثلاثة والعشرة في العشرة العشرة في العشرة طبعاً بينهم مع إشارة الزائد سأجري عملية الجمع والضرب 18 6 في 10 بـ 60 10 بـ 3 بـ 30 10 بـ 10 بـ 100 سأجمع الآن 60 مع 30 بـ 90 مع 10 بـ 100 108 108 زائد 100 208 نشبه آخر مسألة 17 ضرب 15 بنفس الطريقة النموذج المستطيلات سأجزع 17 17 تكون عبارة عن 17 و 10 15 عبارة عن 5 زائد 10 10 أجري عملية الضرب 10 في 5 10 في 10 10 في 10 7 في 5 7 في 10 10 في 10 20 إلى خمسة وعشرة ألا راح أضرب السبعة في الخمسة جزائنا الخمسة طعش كذلك السبعة في العشرة راحضوا بالعشرة في الخمسة والعشرة في العشرة طبعا بينهم إشارات زائد بعد ما أوجد عملية الضرب سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين سبعة في عشرة بسبعين عشرة بخمسة بخمسين عشرة بعشرة بمئة بينهم إشارات الزائد السبعين مع الثلاثين بمئة المئة مع الخمسين مئة وخمسين مئة وخمسين مع المئة مئتين وخمسين مع الخمسة مئتين وخمسة وخمسين لاحظنا مع كل مثال نكتسب فكرة جديدة نفهم لموضوع أكثر وأكثر يصبح الموضوع أكثر سهولة تلقي عمليات الضرب والجمع نكتسب فيها مهارات وأختصارات بنفس الطريقة 19 ضرب 20 هذا نتركه لكم نحسب بكل وقت ونشوف بدون توقيت رح نحسب نشوف يا شباب ابدوا طيب ننتهي وقتنا نشوف الآن بنفس الطريقة لو استخدمنا لموذج المستطيل أجزة 19 عبارة عن 9 زايد 10 العشرين أضاحها مباشرة مضاعفات العشرة سهل التعامل معها أضرب العشرة في العشرين بمائتين والتسعة بالعشرين نضع الصفر وتسعة ضرب اثنين بثمانة عشر ميتين مع المية ثمانين يصبح ثلاثمائة وثمانين لو استخدم التوزيع رح أجزة 19 نضرب تسعة في العشرين والعشرة في العشرين تسعة ضرب عشرين كذلك العشرة ضرب عشرين طبعاً بينهم عملية الجمع نضع الصفر للعشرين تسعة بثنين بثمانة عشر عشر بعشرين بمائتين أرجع مرة ثانية وأجمعهم المية ثمانين مع الميتين بثلاثمائة وثمانين هذه مسأة رح أتركها لكم واجب إن شاء الله لابد ما تكتفي بالاستماع وبالنظر لابد تحرك يدك تشتغل على التمارين تصبح عليك العملية سهلة تكتسب مهارة جديدة فكرة جديدة مع كل مسألة حل شغل إيدك الرياضيات لا يكفي لها النظر والاستماع لابد من الشغل وتحريك لك وكثر التمارين لاحظ فكرة البسيطة هي تجزئة العدد ما تبقى فقط عمليات في الضرب والجمل لا تخلي الأمور تصعب عليك مطلوب منك فقط حاشتين جدول الضرب وتمارين تحلها حتى يسأل عليك المواضيع شكرا لكم الموضوع جدا مهم يعلم كيف تتعامل مع الأعداد الكبيرة أنك تجزئها إلى عددين إذن اكتسبت مهارة جديدة وفكرة جديدة وهي خاصية توزيع الضرب على الجمع شكرا لحرصكم وإهتمامكم كان معكم عدد الله الكثيري من لغة الإشارة الأستاذ منسحالي والمشرف القدير الأستاذ سعيد شلوي دمتم سالمين في حفظ الله ورعايته شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و بركاته و حياكم الله في حصة من حصص القرآن الكريم نتشرف فيها بتلاوة كلام ربنا تبارك وتعالى و في هذه الحصة سنراجع معا سورة المزمل قد أخذتموها و افترضوا أنكم قد حفظتموها و لكن من باب التأكيد و المراجعة سنقرأها في هذه الحصة و قبل أن نبدأ بالمراجعة سأؤكد على بعض ما نؤكد عليه في بداية كل حصة و هو الهدف و الاداب الهدف الذي نرجو تحقيقه في هذه الحصة هو طلب الأجر من الله تبارك وتعالى بأن الله يكتب لنا هذه التلاوة في ميزان حسناتنا و الهدف الآخر الذي نرجو تحقيقه هو التأكيد على هذه التلاوة تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء و الهدف الآخر أننا نطبق أحكام التجويد عليها و الهدف الرابع أننا نقرأ هذه الآيات بتلاوة تدبر و خشوع و الآن ننتقل إلى آداب التلاوة على تالي القرآن أن يتأدب بعدة آداب أول هذه الآداب الإخلاص لله تبارك وتعالى و الأدب الآخر بأن نكون الآن على طهارة قبل أن نقرأ القرآن قبل أن نمسك بالمصحف نتوضى و قبل أن نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بعدها نقول بسم الله الرحمن الرحيم و في أثناء التلاوة نحسن صوتنا قدر المستطاع و الأدب الذي يليه أن نقرأ هذه الآيات بقراءة تدبر و تفكر و تأمل و من الأداب أيضا أن قارئ القرآن إذا مر بآيات تنزيه لله جل وعلا بأن يسبحه فيقول سبحان الله و إذا مر بآيات فضل و وعد من الله تبارك و تعالى من خير الدنيا و الآخرة يسأله من فضله و إذا مر بآيات تهديد و وعيد يستعيذ بالله منها يقول أعوذ بالله هذه هي أهداف هذا الدرس و أداب التلاوة التي نرجو أننا نتأدب بها مع كلام ربنا تبارك و تعالى هذه السورة قد مرت بنا نريد أن نؤكد على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه من الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه هذه ناشئة إن ناشئة الليل هي أشد وطأا و أقوى مقيلا من الكلمات أيضا في الآية الثامنة و تبتل إليه تبتيلا و اذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيلا من الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه هنا أنكالا و أيضا هذه الكلمة ننتبه إلى العين هذه العين جاءت ساكنة أولي النعمة أولي النعمة من الكلمات أيضا ذا غصة ذا غصة و ذرني و المكذبين أولي النعمة و مهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما و طعاما ذا غصة و عذابا أليما ننتقل الآيات التي بعدها من الكلمات التي تحتاج إلى تنبيهها هنا الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا و هنا أيضا يحسن التنبيه لوجود الحكم التجودي السماء منفطر به من الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه في آخر آية في سورة المزمل ثلثي الصلاة و آتوا الزكاة و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة إذن هذه بعض التنبيهات على سريع و قد أخذنا هذه السورة من قبل و لكن نؤكد على كيفية التلاوة بهذه الكلمات و الآن سنقرأ هذه الآيات قراءة متتابعة لآياتها أرجو أنك تركز معي و تنتبه إلى كيفية القراءة بهذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى 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 ف فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير إن تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سبحانه بحمد إذن هذه هي سورة المزمن أخذناها في السابق ورددنا آياتها ورجعناها والآن قرأناها قراءة للتأكيد على كيفية التلاوة بها تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أكدنا على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه أرجو أنك قد استفدت من هذه الملاحظات أرجو أنك قد استفدت من هذه الملاحظات وعلى التأكيد على بعض الكلمات التي نبهتك عليها الآن سأعيد تلاوتها تلاوة سريعة أرجو أنك تنتبه إلي لا تقرأ إنما استمع إلي وأنصت إلى كيفية القراءة بهذه الآيات سأقرأها قراءة سريعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما نعوذ بالله يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجور ونتقبلها منا ونجعلها خالصة لوجه الكريم سأل الله نجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله طلابنا وطالباتنا في الصف الرابع الابتدائي ونرحب كذلك بأصدقائنا من فئة الصم أهلا ومرحبا بالجميع في درس من دروس مادة لغة الجميلة يسعدنا أن نعرفكم على موضوعنا لهذا اليوم وهو كما تشاهدون أمامكم التواصل اللغوي التواصل الشفهي الدرس الأول ثانيا صياغة الأسئلة ثانيا صياغة الأسئلة نبدأ مستعيننا بالله بفتح الكتاب على الصفحة 183 نستعين بالله ونفتح الكتاب على هذا الدرس وعلى هذه الصفحة تعلمون يا أصدقاء أن حينما أخذنا في الدرس الماضي التواصل اللغوي قلنا لكم والتواصل الشفهي أيضا قلنا لكم أن الغرض الأساسي هو ماذا؟ الكتابة أم التحدث؟ ماذا؟ التحدث أليس كذلك؟ التواصل الشفهي أي بالشفاه نتحدث ونتكلم والأصل أن نتعلم الكلام من أجل أن إذا وقفنا أمام الناس أو في البيت مثلا أمام أهلي في البيت أو أمام أقاربي أستطيع أن نتحدث بشكل جميل اليوم بإذن الله نتعرف إياكم على الهدف الرئيس ونذكركم به الهدف الرئيس لهذا الدرس سنكون قادرين بمشيئة الله تعالى على إغناء الرصيد اللغوي واستعماله في التواصل الشفهي والكتابي في التواصل الشفهي والكتابي ونذكركم كذلك دائما وأبدا برابط الدرس الرقمي للوصول إلى بوابة عين التعليمية فهي لم توضع إلا من أجلنا ومن أجل أن نستفيد منها من إثراءاتها وشروحاتها والمواد الموجودة لزيادة المعرفة والعلم موقع رائع جدا وينبغي الاستفادة منه بارك الله فيكم ثانيا صياغة أسئلة صياغة أسئلة ماذا نعني بصياغة أسئلة حينما أتحدث عن موضوع معين أستطيع أنني أبني سؤالا عن هذا الموضوع مثلا الجو جميل هذا اليوم مثلا أقول لك وأقول لك أيضا اسألوا عن هذا الجو فكيف تسأل ما هو الطريق لمعرفة الأسئلة أو من أين أبدأ السؤال أولا هناك مفاتيح مفاتيح للأسئلة وكلمات نبدأ بها الأسئلة هي كما تشاهدون أمامكم الآن هذه مفاتيح الأسئلة أو تبدأ الأسئلة عادة بمثل هذه المفاتيح ما متى أين لماذا من كيف وكم هذه مفاتيح الأسئلة وتبدأ الأسئلة بهذه الكلمات نبدأ بها الأسئلة فنرجع إلى كلامنا الجو جميل مثلا نريد أن نتحدث عن الجو نقول مثلا كيف الجو هذا اليوم أو كيف يبدو الجو هذا اليوم ماذا استخدمت من هذه المفاتيح كلمات كيف أليس كذلك فهكذا نبني الأسئلة ونحاول أن نتعرف على بناء السؤال بالشكل الصحيح وفقا للمعلومة التي أريد أن أبحث عنها أريد أن أبحث عن مثلا شيء يبدأ بكيف أبدأ بسؤالي مثلا بما أو متى أو أين أو لماذا أو كم أو من دعونا نتعرف على هذا التدريب أكثر فأكثر نقرأ سويا هذا الكلام أختار ثلاثة من الأمور المذكورة لاحقا أي من صيغ السؤال أو مفاتيح السؤال هذه التي أمامنا نختار ثلاثة من الأمور المذكورة لاحقا وأحدد الصيغة المناسبة لطرح السؤال أستخدم المفاتيح للأمور الموجودة لاحقا التي ستأتي بعد قليل وأحدد الصيغة المناسبة لطرح السؤال ويختار زميلي أو تختار زميلتي ثلاثة أمور أخرى ويحدد الصيغة المناسبة لطرح السؤال ثم نتبادل الأدوار فتارة أكون سائلا وتارة مجيبا الآن سنوضح الأشياء المذكورة التي نريد أن نستفهم عنها أو نطرح عنها سؤالا أنت تختار ثلاثة منها ثلاثة منها وهي تختار ثلاثة منها أيضا ثم أصدقاؤكم يختارون ثلاثة أخرى أنت تسأل وأيضا أنت تسألين وأصدقاؤكم يجيبون ثم العكس هم يسألون وأنتم تجيبون اتفقنا نذهب إلى الأمر الأول أولا نتعرف على الجملة الأولى ونضع لها سؤالا مثلا حينما نقول الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى الآن نحاول نفكر في طرح سؤال نطرح سؤال باستخدام هذه المفاتيح التي أمامنا هذه المفاتيح السبعة التي أمامنا لمعرفة أو لصياغة سؤال عن هذا الموضوع الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى فماذا نستخدم؟ نستخدم متى؟ أم ماذا؟ أم ما؟ أو أين؟ أو من؟ أو كيف؟ أو كم؟ نستفهم عن الشهر نعرف أن الشهر هو موعد والموعد زمن إذن الزمن يبدأ المفترض أن يبدأ متى؟ أم يبدأ بماذا؟ ماذا نقول؟ بارك الله فيكم نستطيع ابتداءا أن نختار هذه الصيغة ما هي؟ متى؟ متى؟ وأصيغ السؤال وأقول أسأل عن الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى وأسأل بمتى؟ فكيف يكون السؤال؟ تفضلوا وأجيبوا اسألوا بمتى عن الشهر الذي يكون فيه عيد الأضحى هيا نريد صياغة كاملة متى؟ عيد الأضحى أو متى يكون عيد الأضحى السؤال متى عيد الأضحى؟ في السؤال العلامة الأخيرة رأيتموها؟ العلامة الأخيرة هي ماذا؟ العلامة الأخيرة هي علامة الاستفهام علامة الاستفهام لا ننساها في أي سؤال نبدأ السؤال بأداة السؤال أو بفتاح السؤال متى؟ ونختم السؤال بعلامة الاستفهام علامة الاستفهام اتفقنا؟ إذن هذه لا ننساها أبداً بارك الله فيكم بعد ذلك نجيب على هذا السؤال نحن الآن نحاول نتكلم شفاهياً السؤال متى عيد الأضحى؟ الإجابة ما هي الإجابة؟ تفضلوا وأجيبوا يكون عيد الأضحى متى؟ في شهر ماذا؟ تعرفون؟ جميل ما شاء الله أشكركم جزيلاً ما شاء الله إذن الإجابة تكون يكون عيد الأضحى في شهر ذي الحجة يكون عيد الأضحى في شهر ذي الحجة نحن نتعلم كيف نسأل وكيف نجيب أنت الآن تسأل وصديقك يجيب وأنت الآن تسألين وصديقتك تجيب إذا مضينا أو إذا مضينا ثلاثة أسئلة نتبادل الأدوار هم يسألون ونحن نجيب اتفقنا؟ إذن استخدمنا متى؟ المطلوب الذي يليه عاصمة المملكة العربية السعودية أريد أن أسأل عن عاصمة المملكة العربية السعودية فأي المفاتيح أختار؟ أو أي بداية أضعها للسؤال؟ كيف، متى، ما، من، لماذا، أين، ماذا أختار؟ إذا أردت السؤال عن عاصمة المملكة العربية السعودية جميل ما شاء الله نريد هذا الاختيار ونريد هذا التفاعل بارك الله فيكم نختار الأفضل أن نختار ما ما نختار ما فنقول السؤال كيف يبنى السؤال بما؟ عن عاصمة المملكة العربية السعودية ما؟ جميل أحسنتم ما عاصمة المملكة العربية السعودية السؤال ما عاصمة المملكة العربية السعودية الإجابة هي ماذا؟ الرياض أليس كذلك؟ الإجابة هي الرياض الإجابة الكاملة عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض العاصمة هي الرياض بارك الله فيكم هذا السؤال وهذه الإجابة السؤال كان باختيار ما؟ نتجه إلى المطلوب الذي يليه ونحاول أن نختار صيغة مناسبة يقول الاستعداد لاستقبال العيد الاستعداد لاستقبال العيد الجميع يستعد للعيد والمسلمون يستعدون للعيد لكن نريد أن نسأل عن هذا الاستعداد أستخدموا ماذا؟ ما هي العبارة التي أستخدمها في بداية السؤال؟ جميل أن نحاول ولا بأس أن نخطئ إذا اخترنا صيغة سؤال وتبين علينا أن صيغة أخرى أفضل لا بأس أن أغير وأن أكتشف خطأي وكلنا نخطئ لا بأس شكرا لمن أجاب ما شاء الله إذن نختار مثلا كيف الأفضل أن نختار كيف هيا تفضلوا ابنوا سؤالا بكيف عن استعداد الاستعداد لاستقبال العيد كيف نستعد أليس كذلك؟ أو كيف تستعدون؟ كلها صحيحة جميل نكمل السؤال ولا ننسى علامة الاستفهام هكذا يبنى السؤال مثلا نقول السؤال كيف نستعد لاستقبال العيد كيف نستعد لاستقبال العيد ولا ننسى علامة الاستفهام ثم معنى ذلك الإجابة تكون نستعد لاستقبال العيد بكذا وكذا وكذا وفق ما تستعدون أنتم للعيد أهم شيء أننا نعرف كيف نصيغ السؤال وأيضا نجيب على السؤال بالإجابة المناسبة الإجابة نستعد للعيد بتجهيز ما نحتاجه من ملابس وحلويات مثلا أو أي إجابة أخرى مناسبة الأهم في صياغة السؤال نختار كيف نختار كيف كيف نستعد لاستقبال العيد هذا هو بناء السؤال ننتقل إلى المطلوب الذي يليه ملك المملكة العربية السعودية هيا نريد أن نسأل عن ملك المملكة العربية السعودية فما الصيغة المناسبة للسؤال الجميل الرائع ماذا نستخدم بارك الله فيكم نختار الأفضل أن نختار طبعا من من فيبنى السؤال بمن من ملك المملكة العربية السعودية أحسنتم السؤال يقول أو السؤال يبنى هكذا من هو ملك المملكة العربية السعودية السؤال بمن والإجابة هي هي الإجابة عن هذا السؤال الإجابة هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز السعود هذه هي صيغة السؤال وهكذا تكون الإجابة هكذا تكون الإجابة وطبعا نسأل عن الإنسان بكلمة من كلمة من نسأل بها عن الإنسان نسميه العاقل ونستخدم ما لغير العاقل حينما سألنا عن في السؤال الأول عندما قلنا ما عاصمة المملكة العربية السعودية استخدمنا ما أما حينما نتكلم عن الإنسان والملك سلمان حفظه الله نقول من هو ملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود هكذا يبنى السؤال وهكذا تكون الإجابة المطلوب الذي يليه عدد ركعات أو عدد ركعات صلاة العيد عدد ركعات صلاة العيد هذه فيها عدد أستخدم ماذا في العدد أستخدم ماذا حاول أن نفكر قليلا ونختار المفتاح المناسب في العدد نسأل بي بارك الله فيكم أحسنت يا من قلت ويا من قلت كم نستخدم كم عدد ركعات صلاة العيد أو عدد ركعات صلاة العيد نستخدم كم ونقول كم نبني السؤال كما هو كم عدد ركعات صلاة العيد كم عدد ركعات صلاة العيد هكذا يبنى السؤال بكم ويختم بعلامة الاستفهام فكم ركعة لصلاة العيد نعرف أن صلاة العيد هي كم ركعة ركعتان الإجابة تكون على هذا السؤال عدد ركعات صلاة العيد إثنتان عدد ركعات صلاة العيد إثنتان أليس كذلك؟ نعم هكذا يبنى السؤال بكم لأن السؤال يطلب عدد أو يستفسر عن عدد فالعدد نختار له كم؟ الذي يليه عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية في صلاة العيد أيضا عدد المرة هذه التكبيرات عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية لصلاة العيد فنسأل بماذا؟ ما دام أنها عدد فنختار الصياغة أو نختار كلمة ماذا؟ كم نختار كم هيا ابن السؤال وقول كم ونكمل كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية في صلاة العيد؟ أليس كذلك؟ بلى صحيح إذن السؤال كم عدد التكبيرات في صلاة العيد كم عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعة الأولى والثانية تذكرون حينما شرحنا صفة صلاة العيد في النص السابق الذي درسناه في هذه الوحدة تستطيعون الرجوع لكيفية صلاة العيد حينما شرحناها في ذلك الدرس والآن كم عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية نبدأ السؤال بكم هذه الصياغة المناسبة والآن نحاول أن نجيب عن هذا السؤال فكيف نجيب عليه عدد التكبيرات في صلاة العيد إذا نجابه عدد التكبيرات في صلاة العيد ست بعد تكبيرة الإحرام وخمس بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية هكذا تكون الإجابة إذن تعلمنا كيف نصيغ السؤال ونختار المفتاح المناسب من هذه المفاتيح ثم نجيب عليه بإمكاننا تبادل الأدوار إذا كنا نسأل وأصدقائنا يجيبون هم الآن يسألون ونحن نجيب المطلوب الذي يليه نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة نتكلم عن نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة إذا صار الناس يأتون إلى أو مثلا يتنزهون ويسافرون إلى الوطن الغالي إلى السعودية نتنزه ونسافر في نفس الوطن والوظائف السياحية أيضا يشغلها المواطنون والمواطنات من أبناء البلد فما نتيجة هذا التوطين وتوطين السياحة على ميزانية الدولة فكيف يكون السؤال نحاول أن نختار صيغة مناسبة نختار كيف أو ما أو لماذا أو من أو متى أو أين أو كيف لا بس أن نحاول ونخطئ نتعلم نحن هنا لنتعلم جميل نختار الاختيار المناسب لمثل هذا السؤال مثلا وشكرا لمن نختار ما ما نتائج نسأل عن نتائج ونقول ما هي نتائج أو من نتائج نسأل بما الأهم أن نسأل بما ونكمل السؤال ونقول مثلا ما نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة النتائج نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة الميزانية ماذا يحصل لها؟ ماذا؟ الإجابة تكون عن مثل هذا السؤال وشكرا لمن أجاب الإجابة تزيد ميزانية الدولة من توطين السياحة أو بتوطين السياحة الأهم أننا نختار الصيغة المناسبة ما نتائج توطين السياحة في ميزانية الدولة الإجابة تكون تزيد ميزانية الدولة من توطين السياحة أو بتوطين السياحة الأهم أن نختار الصيغة المناسبة فهمنا يا أصدقاء نختار المفتاح المناسب لكل سؤال مثل ما رأينا الصيغة التي تليها وقت صلاة العيد رجعنا إلى السؤال عن التوقيت التوقيت دائما نختار ماذا؟ الوقت الوقت نختار ماذا؟ لماذا؟ أم؟ كيف؟ أم متى؟ أم ما؟ أم من؟ أم أين؟ التوقيت زمن نختار الصيغة ماذا؟ أحسنتم نختار متى؟ نختار متى؟ فنقول السؤال متى؟ وقت أحسنتم؟ صلاة العيد نختار هذا السؤال متى وقت صلاة العيد؟ متى وقت صلاة العيد؟ فالإجابة تكون عن مثل هذا السؤال متى وقت صلاة العيد؟ الإجابة تكون متى؟ بارك الله فيكم بارك الله فيكم نقول الإجابة وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس يبدأ بعد طلوع الشمس وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس الأهم حينما نسأل نسأل عن زمن نبدأه بمتى؟ متى وقت صلاة العيد؟ نبدأ بزمن الوقت نختار الصيغة متى؟ المطلوب الذي يليه مكان صلاة العيد هناك سألنا عن متى؟ عن التوقيت وقت صلاة العيد الآن نسأل عن المكان المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد فنختار ماذا؟ نختار متى؟ في المكان؟ أم ماذا؟ ماذا نختار؟ عن المكان نختار أحسنتم أين نختار؟ جاء الدور الآن على كلمة أين؟ فيكون السؤال أين؟ جميل بارك الله فيكم أين نؤدي صلاة العيد؟ أو أين مكان صلاة العيد؟ كلها صحيحة كلها صحيحة الأهم أن نبدأ بأين للمكان نبدأ بأين للمكان فأين نؤدي صلاة العيد؟ أين تؤدون صلاة العيد؟ يا أبطال أين نؤديها؟ نجيب عن هذا السؤال إجابة كاملة وباللغة العربية نقول نؤدي صلاة العيد أين؟ نؤدي صلاة العيد في الجامعي نؤدي صلاة العيد في الجامعي أو في المسجد أو في مصلى العيد أي إجابة إن شاء الله تكون صحيحة الأهم أن نتعرف على بناء السؤال ثم بناء الإجابة ونختار للمكان أين نختار أين للمكان التالي الأماكن التي يفضل زيارتها في مدينته أنتم حينما تسألون مثلاً عن الأماكن التي يفضل أو تفضلون زيارتها في المدينة فنقول مثلاً نختار ما هي الصيغة المناسبة لمثل هذا السؤال نستطيع اختيار مثلاً ما الأماكن نستطيع أن نختار أين؟ ونستطيع أن نختار ما أيضاً ما فنقول مثلاً ما الأماكن التي تفضل زيارتها في مدينتك؟ إذا اخترنا السؤال أين؟ نستطيع أن نقول مثلاً أين الأماكن التي تفضل زيارتها في مدينتك؟ أو أين تفضل الزيارت في مدينتك في أي الأماكن؟ فالأنسب هنا أن نختار ما نبني السؤال بما ونقول ما الأماكن التي تفضل زيارتها في مدينتك؟ والإجابة تكون ماذا؟ الإجابة تكون مثلا المكتبات وأماكن التنزه أفضل أن أقضي الأماكن المفضلة عندي في المدينة المكتبات وأماكن التنزه مثلا وأماكن التنزه الأهم أننا نختار ونبني سؤالا بصيغتي في بداية السؤال الذي يليه تفضيل بعض الأسر قضاء الإجازة خارج أرض الوطن كيف نصيغ سؤالا عن هذا الموضوع؟ تفضيل بعض الأسر قضاء الإجازة في خارج أرض الوطن فماذا نختار؟ الأسر التي تقضي الإجازة خارج الوطن نريد أن نسأل عن تفضيلهم لهذا الشيء نستطيع أن نختار الصيغة التي لم نختارها إلى الآن وهي الأنسب لمثل هذا السؤال وهي لماذا؟ ونقول السؤال لماذا؟ تفضل بعض الأسر قضاء الإجازة خارج الوطن لماذا تفضل بعض الأسر قضاء الإجازة خارج الوطن؟ الإجابة تكون عن مثل هذا السؤال مثلا نقول لأجل أن يتعرفوا على أماكن جديدة لأجل أن يتعرفوا على أماكن جديدة هذا هو بناء السؤال وهكذا تكون الإجابة أخيرا نشاط أسري أستثمر وقت اجتماع أفراد أسرتي وأناقشهم في موضوع أثر تبادل الهدايا وبطاقات التهاني بين الأقارب والأصدقاء في يوم العيد أو حتى تبادل الرسائل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أناقش مع أسرتي وعائلتي مثل هذا الموضوع وعلى بأس أن نتكلم ونتحدث وفق الأدب والإحترام كما تعلمنا دائما وأبدا بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علما ونورا وتوفيقا نلتقيكم في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صفر الرابع اشتركوا في القناة 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 with different letters. I want you now to listen and say, okay? Okay. How. Number 4. H says, H, H, Hat. Number 5. G says, G, G, Goat. Number 6. A says, A, A, Apple. Number 7. G says, J, J, Jet. Number 8. B says, B, B, Bear. Number 9. D says, D, D, Duck. Number 10. E says, E, E, Egg. Okay, my heroes. Now, I want you to listen carefully, okay? I want you to listen carefully and write the missing letters, okay? Then we will check together. Listen again. Number 1. Listen and say. Listen and say. Number 1. F says, F, F, Fish. Number 2. I says, I, I, Ink. Number 3. C says, C, C, Cow. Number 4. H says, H, H, Hat. Number 5. G says, G, G, Goat. Number 6. A says, A, A, Apple. Number 7. G says, J, J, Jet. Number 8. B says, B, B, Bear. Number 9. D says, D, D, Duck. Number 10. He says, E, E, Egg. Okay, my students. Look at number 1. Who can tell me what is this? Amazing. This is a fish. So, what is the missing letter here? F, 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 Fish. So, it's F. Gorgeous. Look at here. What can you see? This is an ink. Amazing. What is the missing letter here? I. Amazing. Ink. Sorry. Okay. Here we have number 3. This is what? goat. Ha. This is a cow. Gorgeous. So, what is the missing letter? C. Says what? Ka. Ka. Cow. Okay. Look at here, number 5. Ha. This is G. Amazing. G. Says what? Ga. Ga. Goat. Okay. Look at here, number 7. This is what? J. J. Ha. Yes. Jet. This is a jet. Okay. How about number 9? This is capital D. Duck. 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 Okay. Here we have what? This is an ink. I. This is capital I. Amazing. Look at this pink beautiful what? This is what? hat. This is a pink hat. Amazing. Hat. Ha. H. says ha. Hat. Good. Look at this one. Ha. Do you like apples? Yes. We do like apples. So, ha. The missing letter is A. Capital A. Look at this. Ha. Who can tell me the color of this pear? Ha. Yes. It's beak. This is capital B. Amazing. Look at here. Ha. We have an egg starting with E. Okay. You have to eat egg every day. To become what? To become strong and healthy. Amazing. My heroes. Thank you. Okay. Did you write the missing letters here? Huh? Finished? Okay. Let's move. Listen and say. Number one. Okay. F says F. This is E. Fish. Now, it's time for the advice. Okay. Now, look at here the two pictures. What can you see here? We can see some books. Good. Amazing. Some pencil. Some erasers. Notebooks. Gorgeous. How about the first one? And how about number two? The same. We have books, pencils, pens, and racers. What is the difference? Huh? Who can tell me? Yes. Is it clean? No. It's not clean. How about this picture? Yes. It's clean. Okay. So, you have to keep your school things. What are your school things? Who can tell me? Pencils. Gorgeous. Gorgeous. Pens. Amazing. Huh? Erasers. Notebooks. Okay. So, you have to keep your school things. What? Teddy. Teddy. Arranged. Clean. Gorgeous. Okay. So, I want you to, huh? To keep your, what? What? To keep your school things, what? Clean. So, okay. So, you have to keep your school things tidy. Okay? Keep it tidy. Keep it clean. Keep it arranged. Okay? Good. Okay. Now, I want you to open your workbook. Question number one. Page 101. Listen and practice the match. Here we have how many words? Who can count? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. We have ten words. Gorgeous. Who can read the first one? This is apple. Good. Number two. Hat. Gorgeous. Three. Cow. Four. Fish. Five. Per. Six. Egg. Seven. Goat. Eight. Jet. Nine. Duck. Ten. Egg. Okay. Now, what we are going to do? Now, we listen to the words. We practice together. Then, we have to match. What? the pictures with the words. Okay? Let's do that. One. Yes. Apple. Hat. Cow. Fish. Per. Egg. Goat. Jet. Duck. Ink. So, we match the words with the picture. Finished? Okay. Amazing. Now, look and say. What can you see? Who can tell me? Who can tell me the shape? Amazing. It's circle. Gorgeous. How about the color? It's red. Amazing. Who can tell me what is this? This is an apple. This is an apple. Gorgeous. So, it's circle. It's red. It's an apple. Amazing. Good. Okay. Who can tell me? What can you see here? This is what? This is a hat. Okay. Who can tell me the shape? It's round. It's circle. Good. Who can tell me the color? It's pink. Amazing. So, it's circle. It's pink. It's a hat. Amazing. Do you wear hats? Yes. Sometimes. Hats what? Protect us from what? From the sun. Amazing. Good. Good. Okay. Now, who can tell me? What can you see? Do you think it's big or small? It's big. Gorgeous. How about the color? It's brown. Amazing. It's a bird. Good. So, it's big. It's brown. It's a bird. Okay. Okay. Huh? Look at this cute. Huh? Huh? What do you think? Is it big or small? It's small. How about the color? Huh? It's yellow. It's a duck. Good. Okay. Where do we find usually the duck? Huh? Yes. In the lakes. Amazing. Good. Good. Okay. Huh? What can you see? Huh? Do you think this is big or small? It's big. Amazing. Huh? How about the color? It's black and white. It's a cow. Now, cow gives us what? Tea? No. It gives us milk. milk. And milk, huh? Make you strong and healthy. You have to drink milk every day. Okay. So, it's big. It's black and white. It's a cow. Now, I want you to describe things around you. Describe the window. Describe the table. Can you see the table? Huh? Okay. So, describe the table, the door, the window around you. Okay. Your notebooks. You can. Yes. Okay. Now, look at here. What can you see? This is what? Huh? It's big or small? It's small. Huh? How about the color? Huh? It's golden. Huh? It's a fish. Gorgeous. Okay. So, it's small. It's golden. It's a fish. Amazing. Okay. Look at this. Huh? This is what? Who can tell me the shape? Is it a circle? No. No. It's oval. It's oval. Oval. Look at the shape. Oval. Oval. Huh? It's white. It's an egg. Huh? We eat egg when? in the morning with our breakfast. Huh? It makes us what? Healthy. Good. And strong. So, this is boiled egg. Okay. So, it's white. It's an egg. Good. Okay. Okay. Look at here. Huh? What do you think? This is fast or slow? Huh? It's fast. Good. Huh? It's big or small? It's big. Good. How about the color? It's blue and white. Good. It's a jet, right? We can say it's plain. Amazing. Okay. So, it's fast. It's white and blue. It's a plane. Okay. It's a jet. So, it's a plane. Good. Okay. Good. 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 Look at here. This is white. What do you think? It's big or small? It's small. Huh? Huh? How about the color? It's black. It's ink. Good. So, it's small. It's black. It's ink. What do you do with the inks? Huh? We write. We use ink for writing. Okay. What do we write? we write letters okay huh we write our homework amazing okay we write our names we can write our names for example Fatima so you write your name with an okay good okay here we have little Nora and we want to help Nora to sort the words that has the sounds of C or K B P and D okay I will read the words I want you to think and try to sort the words okay now duck huh duck which sound is duck D gorgeous blue pencil pair pen cow circle dress okay now finished let's see okay so circle cow C and ca okay C circle ca cow with C letter okay here we have huh pair and blue with B P with pencil and pen D duck and dress look at her pink dress it's lovely right okay it's time for our story today do you do you remember Nora and her grandma let's see what they have today okay so Nora and her grandma go to the beach every Saturday Nora usually wears her purple hat okay her grandma cooks fish for lunch do do you like fish yes you do yes it gives you vitamins amazing it makes you strong and healthy right okay Nora likes to write a letter to her mom okay with black ink so she uses the ink to to write a letter to her mom Nora and her grandma are happy okay so do you like the story today yes okay was it nice okay gorgeous okay so today we can make the sounds of the letters a b c d e f g h i j yes of course you can make them of course my heroes can okay okay now today I want you to write the words okay in your notes and try to form sentences okay 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 so your homework is workbook question number two page 102 thank you for listening and have a good day okay 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 اشتركوا في القناة 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 تماماً هل يعني انه نفس منزل؟ بالتأكيد لا لانه حتى وَلَوَ كان يشبهه تماماً فَهوَ لَا يَزَال مُخْتَلِفا كَوْنَهُ يَقَعُ في عنوانٍ آخَرٍ ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي ترجمة نانسي قنقر هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق القلاب هيا هيا يا أصحاب ما مدرستي هيا فلنتعلم هيا نقرأ درساً نسأل نفهم هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب هيا يا أبنائي فلنتعلم يا أبنائي فلنتعلم ننهل منك علوما شتى فلك ما علمت وفهمتا هيا هيا فلنتعلم علم واجد وكفاح في المستقبل خير سلاح هيا هيا فلنتعلم أجهزة العلم إلى الكوني تنقل تدريسي وفنوني درس غداء إلكتروني درس غداء إلكتروني وأهي أجهزة الدرسي أحفظ وقت العلم لنفسي تعليم عن بعض أجلس جلستي الصحية أفرح بالحصص العلمية هيا هيا فلنتعلم وأغوص بحورا في العلم أسقل وعي أسقل فهمي أي سؤال لا أفهم وأسأل أستاذي يعلمه وبياناتي واسمي فيها لا أنشرها لا أفشيها أبدا أبدا لا أفتيها أحفظ غيبا كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبدا أبدا لا أفتيها بأمان سجلت دخولي لن أنسى تزديل خروجي هيا هيا يا أصحاب هيا هيا يا أصحاب